السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا اليوم نرس جديد من دروس الميكانيك او دراس الميكانيك في المانيا في كتب خاصة يلي هي طبعا انا منزل اسماء الكتب موجودة في فيديو موجود عند القناة راح حط الرابط في الوصف في الفيديو هلا عندي هوني عندي عنا طبعا في كتابة محمد في الاوس بنوك موجودين بكل يعني بكل اوس بنوك يعني كل طبع ميكانيك كافست ميكاترونيكا موجودين لكل طالب راح يدرس بنو اللي هني الكتابي اللي هو كرافت فارف سويل تيكنيك يجي هوي بجي جزئين عندك من درس ليرفرد ايس بساخت وعندك من التسعة للاربطعاش هلا اليوم راح نبلش من التسعة للاربطعاش راح نزل ارجع نزل الفيديوهات الواحد لثماني راح نزلو كلهم هلا الموجود عندي التسعة للاربطعاش طبعا هو بجي غالبا بالسنة التانية السنة الاولى بجي دول واحد لثمانية في بعض تعليقات تكتير تليجين على الفيديوهات نزلت على الفيديوهات تبع الميكانيك اغلب تعليقات الناس بدا تعرف شو هي الترجمة تبع الحلول او اسماء قطع السيارات وهكذا هلا اسماء قطع السيارات ما فينو اي واحد لك انو يفصل لك تفصيل كل شيء اللي هو بسي لانو انت عطلق قراءتك ودراستك راح يجي اسماء السيارة وقطع السيارات معك راح سير الامر سهل خصوصا اتوقع طلاب الاوس بالنونج لانو الامر راح يصير عندك نظره وعمله هلا مقدمي هاي دايتين راح نرجع نفوت بالدروس فورا اي اسمي انا جاهز ان شاء الله مثل ما شفتنا هون في عندك 13 درس 14 درس دروس عم تحكي عندك السيرفس بلينفيرت 9 السيرفس اوف قابي كومفورد سيشرهاي سيستيم ال 12 طبعا عم يحكي لك او رقم عشرة خنزين رقم عشرة هون عم يحكي لك انو البرمس سيستيم انشتالسلسن تبديل فراغ من الاصص هاي الابي اس كيف يشتغل الابي اس والاكتر شي بارك برمزة وراح نرجع نشوف واحدة واحدة ان شاء الله رقم 11 اللي هو عم يحكي عم يحكي على الانتريس الانتريس وكمفورد سيشرهاي سيستيم الدياغنوزة والانشتالسنسوك بيجي هون عندك الكامبوس والموست اللي هو المستر وعندك الليموس هدول ثلاث اشغالات مهمة لحتى غاية السن الماضى او الابلى كان طبرة الفحص بالهاندريس كاميرا كانوا تجنبوا انو جيبوا اسئلة كتير معقدي بس غالبا هلا لانو عم تنتشر سيارات كهرباء فغالبا عم صيرة موضوع طبيعي انو عم تجي اسئلة عن كيمبوس والليمبوس والموست والسيستيم راح نرجع على التفصيله من واحدة واحدة ان شاء الله اللين فتتناش سيرفيس اللي هو عم حكي كمان اللي بيجي هون على هاو والفحص طبعا الابكاز تبعا الانترزوخونج والحوك انترزوخونج لانو كل واحد لحاله الرقم تلتاش اللي هو عم حكي هون على انتريس كومبيننت يعني هو عم حكي على كتريبة طبعا الوتماتيك كتريبة وهكذا الرقم 14 اللي هو الدرس الاخير اه بيحكي هون كمان انهيقا كوبنونج اه مسلا اوتوغاز كتريب اوتوغاز انتريب اوتوغاز انلاقي هلا هذا الرقم 14 ما كتير كنا يعني ما اخذنا منه كتير الا حدث قليل يعني ولكن الحلول موجملي راح تفوت فورم بدرس التسعة الدرس التسعة بيحكي عن ايرباك كورت شفور عن حسام الامان والايرباك طبعا هو بجاية من السلامة العامة متل اللي هو عملك من زشا رايت تيكنشي عين رشتوغ تسفرق سوك تارك شتاد وحاطلك انه اه اوردنر زي دي تسفن ديم بلد رشتيك سو حط كل رقم بمكانه المعين هلا انا اول ما اشوف الصورة بعرف انه هاي كل الصورة متعلقه بالسلام العامي للسيارة كمثال محل ما بيعود السائق او جانب السائق حزام الامان الاطارات حساسات الابي اس مثلا وغيره او عندك فور الايرباك الراديو مثلا اشارات الحزام موجودة هون الشتوغيريت وهكذا هلا هون راح نشوف رقم واحد فار ايرباك رقم واحد فار ايرباك يلي هي هاي الوسادة فار ايرباك هو طبعا الوسادة هون هون السائق يلي هي الوسادة الهوائية كراش سنزور فور فرونت ان اه فرونت ايرباك عندك كراش سنزور يلي هو مهمته هدا بجي بعدين بيجينا راح يجينا باحد الصفحات شو هو الكراش سنزور هو مهمة وقت بصير حادث هو رقم اتنين هطلعك في حساسين في بعض السيارات في حساس واحد كراش سنزور وبصير في حادث طبعا صدمة قوية هو طبعا مو انه اي صدمة وبصير في حادث هو بفتح باجزاء من الثاني يعني باجزاء من غمضة العين كيف غمضة الرمش بهالاجزاء هاي هو بفتح الوسادة حتى يحميك او يحمي السائق بقدر الامكان راح يجينا بس اي جاء راح نشوف الدرس هذا كتير حلو لنا رقم ثلاثي زاية ايرباك زاية ايرباك طبعا مثل ما مشوف هنا طبعا هي هاي الوحدة الي الكتف ووحدة الي الخلفة بايفار ايرباك طبعا السائق وجنب السائق همارا هي كمان وسادة وياه وعندك كمان واحدة وسادة هو الى الراس كوف ايرباك رقم خمسة هاي رقم خمسة الستة وعندك حساس لحتى تفتح هاي هاي هاد حساس لحتى هاي تفتح السبعة ايرباك شتوي غريت سبعة وانو السبعة السبعة هذا هو ايرباك شتوي غريت بجلي قدام عند الراديو فوق الراديو بشوي دياغنوزة عن انشلوس تماني طبعا دياغنوزة عن انشلوس يلي هي طبعا اي واحد بعرف انه هاي دياغنوز بحل ما بدو ايرى يعني قرار السيارة رقم تسعة نوين متوشتو غريت هلا انا راح نقبلش بهاي الصفحة هاي متوشتو غريت رقم عشرة كورت شلوس شارتة فارا و بايفارزة يعني عشرة رقم عشرة مش تشوف رقم عشرة هي يلي هي بتوصل انتي الحزام الامان بتعمله هيك وتجيب له هون كمان ادمس الشي بتجيب لهون رقم ايدعش زلتس بسبسيون زنزور فارا و بايفارزة هذا هون زلتس بسبسيون زنزور يلي هو طبعا بيتعلق في مكانك او وعدتك اتناش كورت شلوس شارتة هون تري زيتس راي زيتس راي اتناش وين هو اتناش كما هدول الخلفيات متل ما عكينا هدول كمان للكورتشة اللي طبعا طبعا حزام الامان تلتعش سندا فوقعبك تلتعش هاي تلتعش اللي هي بتجي امر من كراش تنزور يعطيه طبعا الشركة حزام تنزور مبصرف الحاله يعطيه ويعطيه اشارة طبعا الوساده هوائي حتى تفتح أشارة اربطاش كنترول اشت فيها اربطاش او هون طبعا بضور عندك اذا بتشوفه بالليل اذا كان اوف او اون حسب انت شو عندك. اذا حطوا على اوف وانو حطينه على اوف هو منضوي لازم يكون عندك منضوي. غالبا هي كان. او باختلاف من سيارة سيارة. رغم طبعا هذا بيطفوه ما بيطفوه غير لحتى يكون عندك طفل بالامام. الاخضر انه تائما انت بشغل. اذا كان عندك طفل حاطة الكرسي تبعه. فاذا صار فتح لوساد الهوائيه هوني. والطفل موجود هون. رح يضر الطفل اكتر ما ينفع. لذلك بعض الاحيان بعض السيارة بتوصي انه ينطفو. خمسطعش. خمسطعش حكينا عن مواده. اللي بتفتحوا طفله. الستاش سندة فوركرش رقم. السندة كمان متل ما قلنا لكم. السندة هو يجي بمعنى التشغيل. رح نشوف الرغم ستاش اللي هاي هي. هاي السندة. اللي علاقة كمان بالوسادات الهوائيه. السبعتاش حكينا عن يفوق. اه. قدوي هون تمنطعش. مانطعش قدوي اللي هوي. ماتصل بشتو يريد. بشهاد بلوحة تحكم. وين هوي صار تمنطعش. ما نشوف تحت. متل حاطي لكم. الالوان هدا هو موجود. متل ما حاطي لكم. هاي الرسمي كمان مهمة. ممكن تشرف عص. عندك الكان. انتريب حاطي لك باللون الزهري. كان كونفورت. بنسجي. هدا انسى اوسكا في الكنال هون عندك. كل شيء اللون كيمبوس يقنوزي. كان انساقيا في تمام. في عندك الرقم تساطاش. رقم تساطاش اللي هوي. راح يجي اكيد فوق. ايوه هدا هوي. اللي هوي. متل ما اقل لك ابن فورد من قادل في حال انتي ماشي. وما ان محظوط حزام الامان. او يكون عطلا. فلازم عندك يزمر او يضوع. رقم عشرين. كمان حدا فوق موجودة. اي شرط هذا. يربك ابن شغال يكون في عطل. يسا كان عطلاني. راح تمشي غالي. ريلي فطري انشاء ابشارتون. موحلوش. رانطلع رقم 21. وين 21 بطارية. هدا 21. ريلي للأبشارتين. تمام. هلا هون. راح يجي بعض الاسئلة على الصورة. بمعنى السؤال هون اللي عم يشرح لك يا. انه هون الاجهزة المركبة هو هي اجهزة سلامة عامة او سلامة للسائق. مجهزة الموضوع هدا. شو بهم او شو وظيفة الماسنا مدير باسيفن زي شرائت. شو هو او بسموه مثلا الامان السلبي. شو مهمته هدا. هاطي لك هون زي دين في منرونج فون انف الفولي. هون بقلك بيتجنب او بحاول تقليل انه صير حادث. طبعا هو اكيد لانه حزام امان. ايرباك شغالي دائما. الوسادة حذر. في عندك حساس طبعا مثل ما حكينا. اللي هو حساس طبعا الحادث كمان كراش تنزور. في عندك كمان الوسادة الهوائية طبعا للراس. وسادة الهوائية طبعا الكتف. وهكذا. رقم ثلاثي هون اعمل لك. انه اعطيني لمسال هون كان فوق باسيف هون هلا هون اكتيب. بدون مسال على الاكتيب زي شرائت. طبعا كمان من نيم بدون جيبوه. بدون جيبوه من الصورة. متل الابس. ليس بي. ادسي تسي. لاتسي تسي طبعا هون. هم احكي لك على الكليمة طبعا. اه. ليم كونج. رايفن روك. كنترول سيستيم. اللي هو طبعا الحساسات للهواء. كمان الهون. الهون دور بالسلامة. لانه انتي ازا ما عرفان الهواء. ازا انتي ناقص ولا كثير بالاطارات فمشك. كليمة اللاقي كمان مهم. وهكذا. هلأ رقم اربعة هون. خلن نرشل على هاي. هون اعمل لك فارزيتس كشتالتونج. الفارزيتس كشتالتونج اللي هي طبعا انه التصميم المريح لأسائق. كتير مهم كمان للموضوع هدا. هون متل عمقلك هون متل كأنه عمقلك هون كومفورت سيستيم يسموه. راح يجينا لبيل الاسئلة اللي جاي. رقم اربعة. هون اعمل لك. هون اعمل لك. هون اعمل لك انه طالما انتي اتسوبي صادق وعم تدرس وكذا. شو هي الشروط اللي انتي لازم اذا بدك تشتغل فيها لحالة. فيها متل عملك انه زي شغلات فورشرفت. وانت بابلش في فور ارسل تسونج استمان ديريختي. زل بشتنينك ان بيزي سستيم سواربايتين. ان شو هي الشروط اللي انتي فيك تشتغل فيها. طبعا عم نحكي على ايرباك. ونحكي على حزام للموضوع. هون اعمل لك انه اقل شيء لازم يكون عمره الواحد من 12 سنة. تمام? طبعا كمان هون سوزات كوالكفاكتسيون هاها. لازم يكون عنده اقل الشيء او شيء 12 سنة. والشيء التاني اللي هو المؤهلات اللي لازم تشتغل عليها. هلا صفحة واحدة نحنا اخدت منه تريمان متل ما حكينا 13 ديار. يريد تعالقوا بالفيديو شو هو الانسب والمناسب لمثل هيك حالي هل ممكن انه نزل فيديو بس بدون شرح بدون ترجمة نزل فيديو والاجوبة او ممكن نشرح يريد تفيدونا بالتعليقات شكرا لكم بطبعتكم السلام عليكم ورحمة الله.